دلوقتي نتكلم بقى مع حضراتكو عن الزيارة المهمة اللي عملها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لمقر الأمم المتحدة في مصر هذه الزيارة كانت بقيادة طبعا السفير نبيلا مكرم وهي رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني كان الهدف من هذه الزيارة تعزيز الشراكة ما بين التحالف ووكالات الأمم المتحدة اللي شغالة في مصر طبعا ما في الشك حضراتكم تابعين التحالف فياسع دايما أنه يدعم التعاون الدولي والمحلي بشكل أكبر لأن دالي إنعكاسياته على تحقيق التنمية المستدامة من خلال طبعا شراكات قوية ومؤثرة من خلال الزيارة السفيرة نبيلا مكرم وضحت الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف وكمان البرامج اللي بيسعوا أنها تحقق التنمية الاجتماعية في مصر وأكدت أن الشراكة مع الأمم المتحدة ستكون خطوة كبيرة عشان يدعموا الجهود دي ويزودوا تأثيرها على المجتمع كمان إلينا بانوفا المنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر قالت أن التحالف الوطني بيأكد من خلال الزيارة دي أنه جاد في سد الفجوات التنموية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وعشان كده للطرفين اتفقوا في النهاية أنهم هيحطوا خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وده هيكون خطوة مهمة جدا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المصري بشكل أكبر